التقى الفريق أول محمد زاكي قائد العام لقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بوزير الدفاع العراقي جمع سعدون والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام وقد تناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء مجالة التعاون العسكري ونقل وتبادل الخبرات بين قوات المسلحة لكل الجانبين التقى الفريق أول محمد زاكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بالسيد جمع عينات سعدون وزير دفاع جمهورية العراق والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام حيث أجريت لهم راسم استقبال رسمية واستعراض حرص الشرف بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني للدولتين الشقيقتين وتناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء مجالات التعاون العسكري ونقل وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكل البلدين وأكد القائد العام للقوات المسلحة على اعتزاز مصر بعلاقاتها الراسخة مع جمهورية العراق وحرص القيادة العامة للقوات المسلحة على زيادة أواصر التعاون والشراكة في مختلف المجالات العسكرية من جانبه أشاد وزير دفاع جمهورية العراق بدور مصر المؤثر والفاعل في محيطها الإقليمي والدولي وتحقيق الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط حضر اللقاء عدد من كبار قادة القوات المسلحة لكل البلدين والسفير العراقي والملحق العسكري لجمهورية العراق بالقاهرة